شارك معالي صقرغباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الاجتماع السابع عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي بدأت أعماله في العاصمة القطرية الدوحة وأكد معالي على المكانة التي وصلت لها دول الخليج العربية وتأثيرها الإيجابية في ظل ما يموج به العالم من أحداث وما تعيشه منطقتنا العربية من متغيرات لعل أبرزها في الوقت الحالي هي الحرب التي تجري على أرض فلسطين مؤكدا معاليه أن دول مجلس التعاون تحرص على أن تبذل كل جهودها لتحقن دماء الأبرياء الذين وقعوا فريسة لهذه الحرب وقال معاليه من على منبر هذا اللقاء الخليجي توكد دولة الامارات للعالم كله موقفها الثابت دوما من مواصلة دعمها لقضية الشعب الفلسطيني ونصرته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر